لا يختلف الحال كثيرا بين جنوب العراق وشماله فالمعاناة واحدة وإن اختلفت تفاصيلها والفاسدون الحكوميون الذين تسببوا بهذه المعاناة للشعب العراقي هم أنفسهم وإن تنوعت انتماءاتهم السياسية قبل أكثر من عام أعلن لعبادي أن نصرف الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة في مدينة الموصل واستعارة السيطرة الحكومية على المدينة إلا أن ذلك الإعلان لم يضع حدا لمعاناة من بقي حيا من سكان المدينة المنكوبة إذ خلفت الحرب دمارا واسعا في البناء والمرافق العامة فيها ولأن العراق وفق كثير من المراقبين تحكمه الميليشيات الطائفية فقد بدأت بإعلان ذلك النصر مرحلة جديدة من معاناة سكان الموصل ففي ظل الوضع الأمني الهش فإن الزعماء ميليشيات الحشد على اختلاف درجاتهم ورتبهم باتوا يتقاضون من كثير من التجار والعائلات الميسورة مبالغ مالية طائلة بذريعة توفير الأمن لهم ومنع تعرض ممتلكاتهم وأرواحهم للخطر كمن خلط مسلحه الميليشيات في عمليات سلب واستيلاء على ممتلكات المواطنين سواء الذين غادروا الموصل فرارا من الحرب أو الذين دفنوا تحت ركام منازلهم بفعل آلة الحرب التي حول تحياء الموصل إلى أطلال وخراب ولضمان استيلائهم على الممتلكات الخاصة فإن مسلحي الميليشيات كثيرا ما يمنعون عودة النازحين إلى منازلهم بحجة وجود الألغام في حين يؤكد المواطنون في الموصل أن شاحنات كبيرة تابعة لميليشي الحشد تواصل نقل حديد الأبواب والأسجة والنوافذ والسقوف والسيارات المدمرة وسائر الأثاث المصنوع من المعادن لبيعه كخردة لمعامل إعادة تدوير المعادن في محافظات كردستان العرب حتى لم يبقى في المدينة القديمة شيء يسرق بحسب المواطنين هي الميليشيات الطائفية إذن حين تتحكم في مقدرات العرب وتمسك بمقاليد الحكم فيه فيكون شغلها الشاغل نهب أموال الشعب بالدعاءات زائفة بينما تهمل المشروعات الخدمية ويحرم الناس ليس فقط من ممتلكاتهم الخاصة بل كذلك يحرمون من قدح ماء صالح للشرب